مرحبا شعونكم شعون أخباركم الأول مرة أطلع بهيتفلوغ اليوم راح نهتش عن عدة مواضيع بخصوص الحلاقين اللي قاعدة تصير أول شغلات اللي قاعدة تصير بمواضيع الحلاقين ومواضيع الدورات الحلاقة طبعا اليوم موضوعنا على دورات الحلاقة راح يكون بالضبط موضوع الدورات الحلاقة اليوم أصبح أي إنسان بإمكانه يسوق عن هذا الموضوع التسويق عندك الآتي تنزل بوست تكتب عليه دورات الحلاقة وراح تصير حلاق وراح تصير راح تصير بيحطولك ألف موضوع بيها بالتالي أنت راح تدخل الدورة وما راح تتعلم كل شيء والدليل راح تلقونه بالتعاليق والشكاء والعالم أصحاب المعاهد أصحاب الصالونات كثير عالم قاعدت تشتغل على هذا الأساس الطالب هو ما عنده أي معلومات عن الدورة وشور راح يتعلم الدورة مات الحلاقة لازم لا يقل عن 10 إلى 15 شخص يتدرب عليهم يلا في حال يتأهل يكون حلاق يحتاج لبعدين 3 شهور 4 شهور 5 شهور لحد ما يصير لكن هذا الموضوع ما قاعد يصير الموضوع كالآتي يدخل الدورة طالب يتعلم على طالب بعدين ينكسروا آهسهم بعدين يترك الدورة وهذا الشيء مو صحيح لازم تدخل الدورة لازم تدخل الدورة يم شخص على الأقل يكون معروف مو يكون شخص صار لتلات يام أو شهر أو سنة بالحلاقة ويجي يفتح دورة ويجي دربك لأن تقعد تتعلم يم إنسان هو مو ناجح لذلك مرح تستفاد من يمع ثاني شغلة مو لازم إلا تدخل الدورة مع الحلاقة أكو ألف مهنة تقدر تتعلمها مثل مهنة التصوير مهنة المونتاج مهنة كثيرة لا يكون تركيزك إنه على دورة مع الحلاقة وراح تصير حلاق لو راح تكون حلاق وتكون ناجح كان هسا العراق بأكثر من مليون حلاق كانت تلقام كلهم ناجحين هذا الشيء غلط لازم تعرف هدفك وتخلي هدفك وتخلي طموحك أمامك حتى تقدر توصل لازم تفكر أنت وين يتيت توصل لو أفكر وين أريد أوصل أجعل أدخل حلاقة مثلا أوكي مليون حلاق هو مو ناجح يعدوبهم طلع أكله شربه ويروح للبيت وهو هذا نفسي اللي طلع أكله وشربه ويروح للبيت نفسي تيفتح دورات مع الحلاقة ويدخل عالم يما على أساس أنه راح يصيرون حلاقين وهذا الشيء غلط لازم يكون تركيزك أنت كشاب تريد تطلع تشتغل تريد تكون نفسك أكو ألف موضوع أكو ألف مهنة مو فقط مهنة الحلاقة إحنا اليوم ما عدنا كمصور فنان نقوله مشهور لدرجة أنه يفتح دورات تقدر أنت تكون مصور وتكون فنان وتفتح دورات على هذا الأساس ومن راح تجيك الطلبة راح تجيك لأن أنت إنسان ناجح مو أنت مصور وتجي تعلم واحد تصوير مو أنت مونتاجك ضعيف تجي تفتح دورة مع المونتاج وتدخل عالم وتدفع لك فلوس وبالأخير ما راح يستفادون فالموضوع لازم تركزون أنه يمنه أنت راح تدخل وشنو هدفك لازم تركز على هاي المواضيع أكثر من ما تفكر أنه أنا أصير حلاق وأقوم أشتغل فكرة النجاح فكرة طويلة كلش لازم تمشي عليها لازم تخطط لها لازم تفكر لازم تنمي نفسك لحد ما توصل مراحل النجاح شكرا جزيلا لكم وشكرا لمتابعتكم وأي موضوع تحبون الطرحونة نحكي به راح أنتظر بالتعاليق شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم